السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نكمل العلاجات لمشاكل النطق عند أطفال توحد وغيرهم اليوم الجزء الثاني هما أغلبية الأخصائيين والفيديوهات والمعلومات الموجودة في الأنترنت تقريبا رهم يشرحوا تدريبات لتحسين المهارات الكلامية للطفل في المنزل كالنفخ تحريك عضلات الشفاه بالمرئات النفخ يعني نفخ الفقاعات وأشياء أخرى أو كيف يشرب الطفل أو كيف يأكل يعني كاين تاني فقط تصحيح مخارج الحروف لعندهم ارتخاء عضلات النطق هدو كامل تدريبات رهم كاينين في اليوتوب وكاينين أخصائيات النطق رهم عاملين فيديوهات وجايبين بناتهم وأولادهم ويعني وشارحين بشكل جيد الفيديوهات رهم موجودين في مجموعة يعني جروب في جروب على الفيسبوك أسماها علاج وتجارب أولية أطفال توحد في العالم ورح نحط لكم اللينك في أول تعليق أو في صندوق الوصفة يعني فتحوا صندوق الوصفة ره كاين الصفحة نتاعي آآ اللي هي أوتيزم آل جي اي ياسا أو آآ المجموعة يعني الجروب يعني دايما نحطه لكم في صندوق الوصفة ونكتب فيه كامل المعلومات اللي رهم عندي وساعدوني في النشر من فضلكم إذا استفدتوا من معلومة حاولوا أنكم تنشروها للمجموعة الأخرى اللي تعرفوهم أو لأصدقائهم الأصدقاء التاعكم من هذا كامل للأطفال اللي ما عندهمش أمراض ومشاكل للأطفال اللي عندهم توحد خفيف وعندهم مشاكل في النطقة وفيه بعض الأطفال ما عندهمش توحد وعندهم مشاكل فيه مخارج الحروف وارتخاء عضلات النطقة هذو كل فيديوهات كامل ولكن بعض الأطفال راه عندهم عشرة سنوات وتحسنوا في التصرفات والأم أو الأب راه مشتكي ويقولوا علاش ابني ما تحسنش في النطقة ما ينطقش ولا حرف لا ماما ولا بابا وهو عشرة سنوات فوق وكانوا يعملوا جلسات تخاطب وكانوا يدربوهم في المنزل ثاني يعني يساعدوهم كل تدريبات وما نفعش معاهم هذو هما لليوم راح نشرحها لكم للأغلبية يعني ساعد المختصين ما ينبهوكمش لهذا الموضوع يبدو لكم من الآخر ما يفهموكمش أنه فيه أشياء خطيرة تمنع الطفل من الكلام من الأشياء الخطيرة كان مشاكل عصبية المشاكل العصبية يعني هنا في الخدود تعالى الطفل كان أعصاب رقيقة جدا يعني شفافة ما تظهرش على الخد ولكن تأثر على نطق الطفل ما سبب هذه المشاكل العصبية؟ أولا تسمم المعادن التقيلة ثانيا وجود كيس في المخ ثالثا نمو المادة البيضاء في المخ بطريقة غير طبيعية كنت شرحتها لكم سابقا أو يكون ويراتي يعني تشنجات عصابية ويراتية تقلص عضلات النطق عند الطفل وهنا في هذه الحالة في المشاكل العصبية لذكرت الأسباب تحت الأربعة لازم تدخل طبيب أعصاب ومختصين في تسمم المعادن الثقيلة يعني إخراج المعادن الثقيلة من الجسم وكذلك يعني علاج عصابي عند طبيب مختص في الأعصاب كذلك من المشاكل الخطيرة أيضا هو لمشاكل الفكين الفك هو هنا هذا هو الفك تعالى الطفل مشاكل الفكين تعالج عند طبيب أسنعا كنت تذكرت في الفيديو السابق في الخطة العلاجية للنطق الفيديو الأول كيفاش تكشف عن مشاكل الفك مشاكل الفكين تعالج عند طبيب الأسنان يكون مختص بالجراحة ويكشف عن ذلك بأشعة للفم والأسنان والفك وفي بعض الأحيان يصل العلاج إلى عملية جراحية فيه كذلك تغير لون اللسان الذي يكون سببه فقر الدم أو بكتيريا ومن مشاكل اللسان الخطيرة اللسان المربوط اللسان المربوط يعالج بعملية جراحية أيضا ولكن للأطفال اللي يكونوا أكبر من سنتين لأنه هنا في هذه الحالة اللسان المربوط الأطفال يولادون به يعني عند الولادة رح ينتبه يعني عند خمس أشهر ست أشهر رح ينتبهوا الوالدان يعرفوا يعني يشوفوها باللي اللسان تعطف لراه مربوط يعني من الأسفل أو من الأعلى أو من الجم ولكن الطبيب ما رح يعمل لك حتى شيء إلا بعد سنة ونصف حتى السنتين يعني هما من الأفضل سنتين أفضل يكون سنتين أو أكبر حتى تكون العملية ناجحة مئة بالمئة لأنه في بعض الأحيان عملوا عملية جراحية قبل السنة يعني سن الطفل لكواندا سنة عملوا عملية جراحية ولكن بعد السنة والنصف والسنتين ظهروا مشاكل أخرى يعني اضطر الوالد أنه يعمل عملية جراحية تانية للطفل لذلك احنا نتجنبوا التخدير العام للطفل لأن تعافوا أن التخدير تاني التخدير أيضا عندها أضرار لذلك نتجنبوا التخدير للطفل إلا للأسباب الضرورية ضرورية جدا جدا فمن الأفضل الطفل يكون من السنتين فما فوق لحتى نتأكدوا أنه فعلا الطفل ره عنده مشاكل يعني إما الفكين أو الليسان المربوض هذو لازمهم عملية جراحية ولكن من الأفضل فوق سنتين أو ثلاث سنوات أحسن يعني لازم تمدوا شوية وقت للطفل العملية هي آخر حل علاج الأمراض المعروفة في الأول والعملية الجراحية خليوها كامل للآخر للأمراض اللي راني نذكرها حاليا هذو هم الأمراض يعني لمشاكلها كبيرة كبيرة جدا مثلا تسمم المعادن التقيلة قلنا أنها ما تخليش المخ يمد المعلومات للأعصاب الموجودة في عضلات النطق وبالتالي تحريك اللسان والشفتين وهما بعض الفيديوهات شفتهم وبعض المعلومات مكتوبة في الأنترنت يقولوا لكم أن الطفل راه وراه فضل كلام وهو مش صحيح بل الطفل راه ما قادرش يتكلم الطفل لا يستطيع الكلام لا يستطيع تحريك اللسانه لا يستطيع تحريك الوجه يعني ملامح الوجه لا تتغير ما يقدرش يدير ابتسام عريضة ما يقدرش يعمل القبلة يعني يجمع الشفتين بهذا الطريقة حتى يعني اللي عندهم هذ المشاكل أثناء التدريب يعني ركي دربتيها يعني مختصة التخاطب قاتلك لازم تدر بابنك على النفخ مثلا مدتلك كأس ماء كأس وفيه ماء ومدتلك هذك السترو وقاتلك يعني لازم الطفل ينفخ فيه حتى يعمل فقاعات في الماء الطفل لا يستطيع النفخ عضلات الوجه وعضلات اللسان رهم متشنجين متقلصين مستحيلة رح ينفخوا ورح الأم تشتكي وتقول لك ممكن أنا معارش ندربه ما عنديش خبرات ولكن لا هذا خطأ لأن حتى المختصة التخاطب لو حاولت معاه ما راحش يقدر الطفل أنه ينفخ ويعمل فقاعات إلا إذا تخلص من التشنجات العصابية اللي رهم موجودة في الخد وكيفاش نتخلص من التشنجات العصابية اللي موجودة في الخد واللسان هو أنه نعالج الأمراض اللي رهم موجودين في المخ وهو تسمى معادن وجود كيس في المخ نمو مادة بيضاء في المخ بطريقة غير طبيعية أو يكون ويراتي الويراتة رهابينة مثل ابني أشياء أخرى لازم تتعالج الويراتة ما عندهاش علاج إلا أنك تدمج الطفل في المجتمع وكذلك اللي عندهم هادو مشاكل عصابية كين حل آخر وهو تدليك أعضاء النطق يعني تقوية عضلات النطق وهذا التدليك يعني فيه أخصائي للتدليك فيه فرق ما بين فيه أخصائي تخاطب ليدربك يعني على الأشياء اللي تقدري تدريها في المنزل مثل النفخ أو أنك يعني راني عاملة فيديوهات كيف تدري بين الطفل خارج المنزل في حديقة عامة أو حديقة هيوانات يعني تحفزي الطفل على أنه يفهم مثلا ابني ما يفهمش يعني عندها تأخر أيضا لأنه عندها قتلكم توحد ويراتي تشنج أعصاب وأشك أنه تسمم معادن يعني النتائج تعتسمم المعادن ما زال ما وصلتنيش بعد ما توصل للنتائج تعتسمم معادن رح أعمل فيديو أشرح لكم أكتر طبعا أي تفاصيل أو معلومة جديدة رح أذكرها ابني ما يفهمش قتلكم لذلك يعني لو قتله فقط يعني راني نعلمه مثلا كنت عملت فيديو نعلمها نمد له صورة هي مختصة تخاطب رح تقول لك سعديه بصور يعني مديت له صورة ونقول له ما هذه الصورة يعني تعا خروف هو حتى ولو يعني رح قادر ينطق كلمة خروف ولكن ما رحش فاهم يعني الفهم ما عنداش ما رحش فاهم أن هذه الصورة هي خروف وأنه لازم ينطق ما رحش فاهم أهمية النطق يعني كيف ينطق ما رحش عارف ما رحش فاهم هنا يكون عندها كذلك مشاكل في المخ يعني نقص في الفهم أنا كيف علمتها هنا العلاج كيفاش في هاد الحالة اللي عنهم تأخر بدل أنك توريه صورة صورة خروف ما رحش يفهمك لازم تمسكي الطفل وتاخديه إلى حديقة حيوانات وينظر لازم ينظر على الواقع أنه خروف وكيف والشكل التاعة وينلمسه بيده يعني لازم تعلمه بشيء واقعي ليس فقط في الأوراق أو الصور أو التلفاز لازم يتعلم لعندهم تأخر لازم يتعلموا في أشياء ملموسة يلمسها حقيقة يشوفها ويلمسها حتى يتعلم أما الأطفال اللي معنهم مش تأخر عادي يعني مدي له صور قيصص تستعمل التلفاز لنشرح لكم كيفية تعمل التلفاز لتعليم الأطفال كذلك يعني كين أشياء بسيطة تعملها وكين علاج آخر هو تدليق أعضاء النطق لازم مختص في التدليق كين مختص في النطق اللي راهم كينين بزاف مختصين في النطق وكين مختص في التدليق ما كينش منه بزاف مختص في التدليق هو اللي لازم يدلك يعني يعمل أصبع انتاها داخل الفم وخارج الفم يعمل بهذا الشكل هذو الحركات البسيطة يعمل تدليق للخدين تحت الأدن تحت الأدن كين أعصاب يعني يتبع الأعصاب ويدلكهم يعني تدليق خاص هو أنا راني نعمل ابني بعض التدليقات في البيت ولكن ما رحش تنفعها بكثرة في حالة الإبن التاعي لأنه ابني عنده ويراتة يعني لو عندك فقط مشاكل في تقلص عضلات الواجه والليسان رح تنفعك يعني لو فيه مختص تدليق لازم يأخذ جلسة تدليق عند مختص لأنه رح تنفع الطفل كثيرا ولكن التدريبات فقط تدريبات كلام وتمدي له صور هادوين نفعه فقط التوحد البسيط الخفيف الافتراضي اطراطة في توحد يعني لي ما يكونش عندهم مشاكل في المخ والأعصاب والفاك والليسان ولازمهم فقط بعض التحفيز يعني تحفزيه على أنه يستعمل الكلام في التواصل مع الأشخاص هذا يعني شيء بسيط الأشياء الصعبة هي مشاكل العصابية مشاكل الفك مشاكل اللسان وكذلك التأخر العقلي هذا وكامل والوراثة والتسمم المعادن أوجود كيس مادة البيضاء قد لكم مخاطر المادة البيضاء في المخ كذلك المخ فيه ثلاث طبقات يعني أو أربعة فيه ثلاث أضن يعني هذا المادة البيضاء تكون مسيطرة يعني تكون الأعصاب يعني نامت بطريقة عشوائية وطويلة جدا تمنع الطفل أنه يفهم بسرعة مثلا الطفل اسمه أحمد أناديه أحمد لا يستجيب للنداء في نفس الوقت بعد عشرين ثانية سيستجيب يعني المعلومة ما رحش توصلها إلا بعد عشرين ثانية وهذا ما يعتبر تأخر وسببه يكون نمو المادة البيضاء في المخ بطريقة غير طبيعية وإحنا رانا نحاول وطبعا مشاكل النطق لازم يكون تتبع من قبل الأخصائي لازم ولازم ولازم والتدريبات في المنزل فقط لكي يعني تساعد الطفل أنه يتعود على الكلام أو استعمال الكلام لتواصل مع أشخاص آخرين هذا كل شيء مثلا ابني يعني حتى تفهموا أكتر ابني مثلا يعني يتكلم معي أكتر من عشرين كلمة في المنزل ولكن الآن نراها في المركز مش كل الأساتي دا يقدر يتكلم معهم لأنه عندها تأخر ما راش فهم أهمية الكلام بالنسبة لأشخاص الآخرين يظن أن الكلام مهم فقط لي أنا أو للأب يعني الزوجي ولكن للأشخاص الآخرين ما زاله ما يفرقش ما عارفش وما يقدرش يعمم تاني عنده مشكلة تعميم يعني يتكلم معي ما يتكلمش معه شخص آخر هو فيه فاهم تأخر فاهم مشاكل أعصاب ويراتة يعني ابني يرى عنده مشاكل مختلطة مشاكل كثيرة تم منعه أنه يتكلم لأن قتلكم سابقا ابني تكلم عنده سنة والنصف وفقد كل ما تعلمه في سن العامين يعني النطق الحركات الفهم حتى أنه انساني انساني أمه أنا ضننت أنه فقد الداكرة ولكن يعني بعد التشخيصات عرفت أنه عنده توحد ويراتي وكذلك تشنج أعصاب قوية في المخ أدت إلى أنها يفقد داكرة يعني يفقد سنتين من عمره يعني ابني الآن عمره ثلاث سنوات ولكن من حيث التصرفات والنطق ره متل طفل عنده سنة واحدة فقد سنتين من عمره هذا هو يعني يمدلكم مثال حي على ابني حتى يعني تفهموا أكتر إن شاء الله أني قدمتكم معلومات جديدة تتفادوا منها وندعي نطلب ربي إن شاء الله أولادكم يتحسنوا في النطق والتصرفات ويشفوا من التواحد وخاصة التواحد البسيط اللي مفروض لو تابعتوهم وتابعتوا النصائح التوعي وتابعتوا الخطة العلاجية اللي أنا مديتها لكم التواحد خطة العلاجية للنطق فلأطفال التواحد البسيط رح يشفوا خلال أربع أشهر أو ست أشهر ولكن المتوسط التواحد المتوسط رح ياخد أكتر من سنة واللي مثل حالة ابني اللي عندها يعني مشاكل متنوعة في الحقيقة ما كذبش عليكم هنا الأخصائيين كامل قالوا لأنه ما عنده علاج تام وإنما رانا نحاول ندمجوه في المجتمع فقط هذا كل شيء والسلام عليكم رحمة الله وبركاته ادعمونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب من فضلكم وأي أسئلة اكتبوها في التعليقات رح نحاول نجاوب لها إن استطعت طبعا والسلام عليكم رحمة الله وبركاته